أين تذهب الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن؟ سؤال يطرح كل يوم في الأوسط المحلية والدولية خصوصا بعد تقارير عديدة أفادت أن معظم المساعدات لا تذهب إلى المحتاجين بل يتم التلاعب بها وتذهب نحو السوق السوداء وجبهات القتال في جديد التقارير الدولية كشف تحقيق أجرته وكالة Associated Press أن أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة متهمون بالكسب غير المشروع والتعاون مع المتحاربين لإثراء أنفسهم من المساعدات الممنوحة دوليا لليمن الوكالة الأمريكية حصلت على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة التي تظهر أن أشخاص غير مؤهلين تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية لهم التحقيق قال إن الموظفين وافقوا على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المطلوبة ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمميين قولهم إن هذا أمر فاضح ويدمر حياد الأمم المتحدة الحوثيون بحسب التحقيق الذي أجرته الوكالة منعوا محقيقين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء وصادر أجهزتهم ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن هذا التحقيق جاء بعد يوم من إعلان ميليشيا الحوثي والأمم المتحدة اتفاقا يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين نقدا بدلا عن المساعدات العينية التي تم تعليقها بشكل جزئي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد الكشف عن تسخيرها لأغراض حربية معلومات جديدة إذن تكشف عن حجم التلاعب بالمساعدات الإنسانية وهي سرقة جديدة للطعام من أفواه الجائعين